في الموسم ده كانت حرب 48 مستمرة واستشهد فيها عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي وده اللي خلى أحد أعضاء مجلس الإدارة يتقدم باقتراح في جلسة 19 يناير 1949 كان الاقتراح عرض الاقتراح المقدم من حضرة المحترم الدكتور إبراهيم فؤاد العسوي بطلب عمل لوحة تذكارية لحضرات أعضاء النادي الذين استشهدوا في حرب فلسطين فرحب المجلس بالفكرة ووافق على تنفيذها بمجرد انتهاء الحرب وده كان استمرار للدور الوطني للنادي الأهلي وأعضاء دور استمر من أول ناشئة النادي والغاية النهاردة